اشتركوا في القناة الأستاذ الدكتور شادي علي حسين مدرس طب الأسنان بكل طب أسنان جماعة عين شمس دكتوراء علاج الجزور بجماعة عين شمس ماجستير علاج الجزور جماعة عين شمس زميلة كونجرس العالمي لزراعة الأسنان عضو الجامعية الأمريكية لعلاج الجزور المدربة المعتمد من جامعية العالمية لطب أسنان الرقمية ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والأداء الرائع أستاذ دكتور شادي علي حسين أهلا بك وحشنا جداً يعني أنت ما بتوحشناش قوي بس يعني بتوحشنا النهاردة بقى عودة مرة أخرى للجمال يعني يعني وحشك كنت جميل كلام فيه وقالنا كتير آه يعني هوا الفكرة ان احنا عارف عادنا فضلنا ونطلع في السلم ونطلع في السلم ووصلنا للدور الأخراني بس احنا ادينا تركيبات المتحركة اللي هو الناس جريات الناس الكبارسن والمجموعة الحلقات بتاعته مجموعة كبيرة على اليوتيوب النهاردة التجميل رجعنا للليانجي تاني واللكبار الحقيقة النهاردة بنخش للموضوع من بوابة تانية وهي ان ازاي نعمل الابتسامة بحيث انها تعوض الاعضاء المحيطة بالأسنان بشكل مظبوط يعني ان انا النهاردة يبقى عندي ابتسامة جميلة تغير شكل الوش بشكل جميل تغير ملامح الابتسامة بتاعت الوجه تغير ثقة الشخص بنفسه فالحقيقة هي فيها مجموعة من الدراسات بتحتاج علم وهو علم الاكلوجين او العضة وده تابع اكتر لقسم التركيبات المتحركة يمكن الناس لما بتسمع الموضوع ده تقولك ازاي التركيبات المتحركة تبقى ليها علاقة بالتركيبات السابتة ولكن الحقيقة العضة وتصبيت الحاجة اسمها الفيسبوك او بيبقى فيه عامل زي حاجة زي حرف اليوكا وتتحط في الودان وبتتعامل على الانف بحيث انها تثبط لي اتجاه الأسنان تثبط لي مين اللي اعلى مين اللي اوطى يمكن دي مرحلة اللي بننقل بعد كده للكمبيوتر نقول له والله انا السنان دي الموقع الافتراضي بتاعها هيبقى في المناطق دي بحيث ان انا يبقى عندي ابتسامة جميلة فبتدين ان احنا نعمل ايه؟ بتدين ان احنا ناخد مجموعة من الاياسات الزيادة اللي ما كناش بناخدها قبل كده زي زي نبول حضرتك كده الفيسبو ده بناخد بالعربي اللي هو ايه؟ فيسبوك القوس الوجه بالعربي القوس اللي بيركب على الوجه حاجة زي القوس كده بتتركب على الوجه في الودان وبتسند على الانف وبتتحط فيه زي شمع بحيث ان هو يزبط اللي تجاه الاسنان الحقيقة ده كنا بنستخدمه زمان كنا بنستخدمه بس في الناس اللي ما عندهاش سنان لان هو ما عندهش سنان فانا محتاج ان انا اعرف فين موقع السنان المساني بحيث ان انا اعرف المساني بتاعه فين لما يجيلي واحد يقولي لما بدحك جزء كبير من سناني بيباني هل دي مشكلة ان السنان طلع على البر ولا مشكلة ان الشفة هي اللي بتطلع لفوق السنان في مكانها كويس ففي الحالة دي هل انا مثلا هنحط باطكس في الشفة علشان خطر ما تترفعش قوي مش هلعب في السنان ولا انا هبتدي ان انا احضر السنان دي ودخلها لجوه مين اللي يقول الكلام ده اللي يقول الكلام ده هي المقاسات بقى الجديدة اللي احنا بناخده النهاردة انت بتكلمني عن انه الاهتمام بالشكل الخارجي اللي ابتسام هو الشكل التاخلي اللي ابتسام ايه الحتة دي الحتة دي ناس كتير ما تعرفش انه ما هي الشكل الخارجي هو اللي في دماغي أنا عايز الناس يشوف الابتسام حلو من بره يعني الشكل الداخلي ده كبير كويس أمم أنا النهاردة حريك لما بتيجي تفتسم المفروض أنه لما بتضحك الوجنة دي أو الخدود دي المفروض أنها مسنودة بالأنياب وبعدها الضواحك وبعدها الدروسة ده بالنسبة للعرض الديمينشن أو البعد العرضي البعد الطولي حضرتك النهاردة كلما بتيجي ارتفاع الأسنان بيقل بتلاقي أن الخدود دي بتبتدي أن الجروفز أو النتوءات دي بتدخل لجوه أكتر وبتديني شكل اللي هو الكبر في السن أو الولد ايج الكلام ده بيحصل أحياناً تلاقي شخص عنده فك ناحية اتخلعت السنان بتاعته وتلاقي هو بتادي يعض عن ناحية دي تلاقي هو تغير في السن سأله سنك كام تحس أو ما تشوفه كده خاصة في الرجالة اللي هي مثلاً نحيفة شوية تيجي تقول له سنك كامي يقول لك ده أنا سني 38 سنة ولا 32 سنة تقول له إيه ده انت شكلك فوق الأربعين كويس ليه لأن نتيجة الوجنتين أو الخدود دي دخل الجوه نتيجة أنه ما فيش سابورت أو ما فيش سندة بالأسنان لشكل الوش لو إحنا جينا لمثال تاني إنه واحد اتعامله تركيبات مش مظبوطة الحقيقة الناس بتيجي تفتكر إن هي أو إحنا اللي ديناهم الإحدة اللي نحن معلمناهمش وإحنا ما كناش كل جزء مرتبط بزيته يعني يقول لك إيه أنا عندي درسي هنا دكتور وجاني اعملهولي وعنده هنا تركيبة قصاده التركيبة دي ارتفاعها أقل من الطبيعة فلو حضرتك النهاردة في حاجة اسمها البيولوجيك الاسبايس أو المكان الطبيعي لكل سنة فالمفروض لو أنا عملت الارتفاع الطبيعي الهين هتبص تلاقي إنه وده ارتفاعه مش مظبوط هتبص تلاقي العضة باستمرار مش مظبوطة بص تلاقي إن شكل الوش من الناحية دي بقى غير شكل الوش إنهم ما بيستريحش إنه يأكل الناحية دي فيبتدي يأكل الناحية التانية فحرك دي عضلة زي أي عضلة في الجسم لما حرك بتلعب عليها رياضة بتجبر لما ما بتلعبش عليها رياضة بتدمر اه العضو الذي لا يستخدم يدمر معروف فيحصل إيه إن الناحية دي تبقى شكلها أصغر من الناحية دي ليه؟ لأنه بيأكل على جنب وما بيأكلش على الجنب التاني لأن الجنب التاني فيه تركيبة هي مش وجعها بس هو مش بيستريح في الناحية دي فيه واحد مركز في الكلام ده دي طبيع أشخاص فهيقول لك أنا ما بيأكلش الناحية دي فيه واحد تاني لما يركز يقول لك آه ده أنا فعلا ما بيكونش الناحية هو مش مركز هو خلاص بقى طالما ما فيش وجع والموضوع اتنسى فالموضوع خلاص ما فيش مشكلة تيجي تكلمه على بال ما يسألوا يقول لك طب ما هو دكتور مش وجعي بتعيس شينه ليه؟ حرك ده عضلة غلط فموضوع البعد يعني أنا دايما الفراغ بيبقى في الفراغ سلاسي الأبعاد فالسنة بتبقى موجودة في فراغ سلاسي الأبعاد في مكان معين المكان ده بيحدد لي كذا حاجة دكتور أين أولا العضة ثانيا هي سندة ايه في الأنسجة الحية اللي عارف الوش فتديني شكل الوش ثالثا ارتفاعها قد ايه فتديني طول الوش أحيانا فيه ناس وشها مطولوا لها شكل معين وبعد ما يتأكل الأسنان يبقى لها شكل تاني ببسطة حضرتك مثلا ده اللي بقينا الصور اللي بقينا بنصورها بقى تفتكرك كنت زمام بصور لك صور قريب قوي كنت بحط لك بس البق تدخل على السنان وبس وقرح كنت بندرس بقى فاللوقتي لأ أنا ببص على النتوءات اللي موجودة في شكل الوش وإزاي الأسنان مؤثرها على الوش لما ببص حرك على الفراغات لما ببص على الصورة اللي فاتت اللي فيها الأسنان دي الفراغات اللي ما بين الأسنان والبروز بتاع الأسنان الأمامية في مقابل الأسنان الخلفية هتلاقي إن مكان الأسنان السفلية الأمامية طالع لبرة عن المكان الطبيعي فحصل إيه لما طلعت لبرة عن مكانها الطبيعي الأسنان العلوية. ليه؟ لأن الأسنان العلوية بقى بتغبط فيها ادجي تو ادجي بالحافة بدل ما كانت هي الفوق مغطية اللي تحت بقيت اللي فوق بتغبط في اللي تحت بالحافة بتاعتها. فتبتدي الكلام ده كله تلاقي لو بصيت وراء يمين هتلاقي ان بعد. اه. هو نفس الشخص. نفس الشخص. ونفس الأسنان الجديدة بتاعتنا. نحطهم جمع بعض. نحط جمع بعض. هل عايزك تشوف شكل النتوءات بتاعت الوش اختلفت ازاي؟. شوف عدد الفولد. عدد التنايات الوجهية اللي كان موجودة قبل كده وعدد التنايات الوجهية. شايف شايف. 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 وعاوض ألا حديدك ده مجرد يعني الصورة زي بمجرد مركب. لو بعد كمان شهر ولا اتنين هتبصت تلاقي شكل الوش نفسه بيصغر. شايف حديدك الرقبة. المتوءات بتاعت الرقبة. الكلام ده كله كل ده. وص عدد عدد التنايات اللي كانتها جنب الفم واحد اتنين تلاتة ويمكن واحد الاربع. هنا واحد بس. بتزبط ولو وبعد شوية بتلاقيها اقل واقل واقل نتيجة ان اولا العضلة بتجبر يا دكتور ايمان انها تبطي تشتغل بشكل اكبر. فيبتدي شكل الوش يختلف. الاتجاهات بتاعت الاسنان بتزبط المفصل وبتزبط الانسجة والجلد. والكلام ده كله من غير تجميل. المجرد ان هو يعمل اسنانه بشكل مصبوط. تلاقي انه الشورد ده ده لونج تورم. تجميل مدة طويلة. عارف حضرتك لو ده اتحط له بطوكس في الوش. هتبص لحضرتك انه بتاعت تجميل طبعا هزعله مني من الكلام ده. بس يعني هتلاقي انه هو لمدة قصيرة ولكن هو بيسند الجلد عن طريق انه بيملى بالفيلرز او بالبطوكس الجروفز دي او تقدي. الفيلر يملى. يملى الفيلر وتحت. السنان مش موجودة. انما لما تحط سنان من غير ما يملى اي حاجة تحط سنان. فور لونج ترم هتفضل لمدة اطول. الشكل بتاع الوش احسن بكتير. لينما التاني ده بعد شوية هتبص لقيه انه هو هيروح تاني لان ده مش طبيعي. الطبيعي انه يتسند بالعظام بتاعت الفك ويتسند بالاسنان. عايز سمعك سؤال جمهور. عايز اسمع صوت جمهورنا. نعم. 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 اسمع صوت جمهورنا. انا كنت سمعت ان في حاجة اسمعها فينير. فالبينير ده المفروض ان هو بيشيل طبقة المينة من جوا. فهل ده بيقزي قوي على اللونج ترمونا. ده فتنة العزيزة شابة بتسأل على السؤال المباشر. خلي بالك يا عندناك مشاكل في السنانة مش قدرة تتكلم وتفتحها. بتسأل لك. خلاص بيت خبيرة. انا عاشر القو. انا عاشر تجو سبيع. الحقيقة لو انا عايز قبل ما جاوب على السؤال انا عايز اعلق على اللي انت قلته ده. قدقينا كان السنان يا دكتور ايمان بيأثر في حركة الشفة على الاسنان. وعلى النطق بتاع الحروف. فتلاقي ان السنان دي عشان خاطر هي عندها القواطع طلع قدام شوية البرة. والانياب داخل الجو شوي. فتلاقي ان الحديث او طريقة الكلام تلاقي ان على طول الحتة دي كانها متجمدة. ليه؟ لان حركة زقتها البرة شوية. ومكانها بدل ما هي انا انا ما عنديش هنا حاجة سندة. الحاجة السندة دي او في مكانها المزبوط فدي بيتحرك كويس. جيت انا شدته لبرة كده. فجي يتحرك مبتحركش. فتلاقي الشفة باستمرار اكي انها مشدودة. والكلام بيطلع بشكل مش مزبوط. زي كده شبه دي. دي حالقة من حالاتك. دي حالقة اهي. ده كان مجرد الاسنان نفسها هو محتاج يعمل تجميل. قشرة تجميلية يجمل شكل اسنانه ومكسرة من قدام ولونها بني وفيه تراجع في اللاس سندة وفيه سندان طالع القدام من قدام. الحقيقة مش مكانتش. اه يمكن سندة لتحت يمين دي. اه اه. ودي لها تحتاج يعني تربوش. انما الباقي ايه اشرة. ده طبعا بعد ما اخلص الاشرة بتاعته في مكانها مزبوط. هو ده اللي انا عايز اوصله بقى حاجة مهمة اه. دي اشرة. دي اشرة تجميلية بس يمكن تحت يمين فيه تربوش. دي الحقيقة دي الحالة دي لازم تحل على توفيزز او على مرحلتين. الحال الاولانية ازالة التساوز عمل حشو العصب بناء الاسنان بحشو ابيض وعلاج اللاسة. قصة كبيرة. ثم بعد كده ابتدي اعيد تقييم الاسنان كلها بعد ما عالج اللاسة. وابتدي اقوم عامل التركيبات النهائية بتاعتها. مش قصة كبيرة بالنسبة للمريد. قصة كبيرة بالنسبة لنا. نوصل للشكل ده. انما المريد بالنسبة له. الكلام ده ممكن يخلص في اسبوع عشتين. الفكرة في ايه بقى دكتور ايمان. الشخص ده هو لسه ما عندهش. يعني هو اسنانه مسويسة ومضايقة وبتوجعه. بس لسه ما عندهش مشكلة تعضى. او ممكن يكون عنده مشكلة تعضى في المنطقة الخلفية. لو انا حطيت له الاسنان دي من غير مظبط السمائل ديزاين. وتصميم الابتسامة. والفيس بو ريكوردز. والعضة. والكلام ده كله. انا هعمل له اسنان اه شكلها حلو. هعمل له اسنان اه ترجع السنان. انا ما نشوف السنان قبل وبعده. اقول هاي. والدنيا جميلة ده. ده السنان بقت جميلة. هو في الاول هنبصده ده كده علي. لو انا ما زبطلوش العلاقات دي. فالاشطر ايه دلوقتي. مش الاشطر بس اللي يعمل سنان شكلها حلو. الاشطر انه يعمل سنان شكلها حلو. محطوطة في المكان الصح بتاعها. ما يتمتش بس على بتاع التركيبات السابقة عشان يعمل له فك. لازم يخش بتاع التركيبات المحركة. يعمل عضة. يعمل علاقة. يعمل علاقة فك بفكين. يعمل طول الاسنان المفروض يبقى عامل ازاي. ويحط مقاييس قياسية بالنسبة للحالة دي. والله انا عندي الزاوية. في حاجة اسمها الكونديلر انجل. في الزاوية اللي بينزل بيها المفصل اللي لتحت. هو ادي المفصل هو ادي العظمة بتاعت الجمجمة. فبينزل كده لتحت بزاوية معينة. الزاوية دي بنقسها. ليه؟ حضرتك النهاردة. الزاوية دي تحدد طول النتوء بتاع السنة. يعني حضرتك النهاردة لو انا عندي الجمجمة شكلها انا عامل كده وبينزل فجأة كده بزاوية صغيرة جدا. حضرتك لو انت عملت نتوءات عالية في الاسنان هتبص تلاقي ان المريض لما يجي زحلق كده اسنان والقدام هتلاك هتغبط. ليه؟ لان الزاوية بتاعت مفصل الفك وليلة صغيرة. فانا عملت اسنان شكلها ايدل. وفي الاخر لما رجبت ما بتمشيش. عامل زي اللي عمل كويتش العربية مربع. تفاهمني؟ خلاص العيان مش عارف يعض كويس. هيقولك انا عندي تفك بيطرقع بعد ما عملت التركيبات بتاعتي فوق وتحت. ويقول انه روح لبتاع جراحة وروح لواحد بتاع مفصل الفك ويروح له مش عارف لواحد مين. وعندك مشاكل فك كده انت عايز واحد متخصص فكين وهو عمل تركيبات شكلها حلو وتقف عليها. وقال برافو. وفي الاخر هي مش متنسبة مع البيولوجية بتاعت جسمه. لو عندي في نفس الوقت برضو الزاوية عالية. واتعمل السنان السطح بتاعها مسطح. المريض هيجي ياكل هيحس نفسه ان السنان بتفتح بدري قوي يعني. السنة بينزل وبيفتح اللمس ما بيلمسوش بعد بدري جدا. فيلاقي نفسه مش عارف يمضغ. يقولك يا دكتور انحسن السن انت حطالي دي ما بتمضغش. تقوله ازاي دي هيلة. ده انا عاملها عند المعمل التركي. اللي جاي من عندي مش عارف مين. دي احسن سنان في التاريخ. ليه؟ هو المعمل مليوش زمد. القياسات اللي وصلها الدكتور للمعمل مقصر. فبالتالي المعمل اشتغل على ريكوردز اقل. فبالتالي طلع الستاندر اللي هو مش متناسب مع هذا المريض. السئلة سريعة جدا. اجابات سريعة جدا. حشوات التجميلية. تقعد ايه في بوء الانسان؟ الحشو التجميلية دي موضوع مهم قوي. الحقيقة لان الناس مش فهم الفرق ما بين الحشو الابيض والحشو البورسلان. الحشو الابيض ده الحشو بلاستيك. حلو على عين وعلى رأس. بس حالك في خلال سنتين تلات هتشيله. ولما هتشيله هتشيل جزء من السنين معاه. فالاحسن ايه؟ الحسن ان احنا نعمل حشو البورسلان. الحشو البورسلان يعني هو 95% زيه زي التربوش. نفس ما التربوش بس تحطه جوه السنة. فانت بتعوض الجزء ناقص من السنة بدلا ما بتحطه تربوش وتعوض جزء الناقص من السنة من البورسلان. فبالتالي بيقعد فور 15 ييرز وبنتبقى الدنيا جميلة جدا. اكل واشرب عليه عادي ما فيش اي مشكلة. طبعا. وما فيش الحساسية اللي مع السخنة والساعة دي دكتور ايمن. لان الحساسية دي دايما بتحصل من انكماش الحشوة بشكل سريع. وده اللي دايما من معظم الاحيان بيحصل مع الحشوات البيضة اللي هي البلاستيك اللي هو الكمبوزت. ولكن لو البورسلان بيقعد درجة انكماشه اقلب كتير. فبالتالي الحساسية دي نسبتها اقلب كتير. ما بتزهرش؟ نيرلي لا طبع. دور طين يا دكتور شاة. يا ضعيفي العزيزة القيمة العلمية المتميزة عزيز دكتور شادي علي حسين. دكتور. خليكوا دائم مع الدكتور.